ما بين الفشل السياسي والهشاشة الأمنية والأزمات الاقتصادية وصولا إلى التغيرات البيئية من جفاف وعواصف ترابية تأتي موجة الأوبئة لتحكم قبضتها على العراقيين وتزيد من محنهم وأزماتهم 13 إصابة بمرض الكوليرا أعلنت عنها وزارة الصحة الحالية من ضمنها 10 إصابات في محافظة السليمانية شمالية العراق وواحدة في التأميم واثنتان في محافظة المثنى الجنوبية وبحسب أطباء ومتخصصين في علوم الأوبئة فإن الكوليرا من الأمراض المتوطنة في إحدى البؤر بمحافظة السليمانية وهي تسجل حالات تزيد أو تنقص كل عام كما أن المحافظات التي تعتمد على نهر الفرات في التزود بالمياه في وسط وجنوب العراق تكون أكثر تأثرا بالمرض وهناك بؤر متكررة في محافظات بابل وكربلاء والنجف والبصرة وحذر المختصون من أن الكوليرا ستنتشر في وسط وجنوب العراق بدرجة كبيرة خلال الأشهر الثلاثة القادمة ما لم تتخذ خطوات سريعة لزيادة تنقية وتعقيم مياه الشرب وفرض رقابة كثيفة على تحضير وبيع المشروبات والمأكولات في الوقت ذاته أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بالحمى النزفية حيث بلغ العدد منذ بداية العام الجاري 194 إصابة منها 32 وفات المرض الذي يعد من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وينتشر عن طريق ملامسة الحيوانات أو الحشرات المصابة وجد بيئة مناسبة للتفشي في العراق بسبب غياب الإجراءات الصحية وانتشار ظاهرة الذبح العشوائي للماشية أما وباء كورونا فيبدو أنه عاد ليطرق الأبواب مجددا واستحديث عن احتلال العراق المركز الأول عربيا من حيث عدد الإصابات فيما سجلت إحصائية لوكالة رويترز أكثر من مليونين وثلاثمائة وثلاثين ألف إصابة بينما بلغ عدد الوفيات أكثر من خمسة وعشرين ألف وفات حزمة أزمات وأوبئات مردها إلى الفشل في إدارة الدولة والفساد الذي أعمل قائمين على السلطة في التعامل معها فبدل من أن تواجه في مهدها تتحول إلى وحوش كاسرة تفتك بالعراقيين وتنغص عليهم معيشتهم